ده يوافق من أن نكثف قراءة القرآن فممكن تبقى قراءة القرآن بس كده ممكن وممكن يكون في صلاة وهو في قيام الليل بابه الفضل الكبير أوي من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب ليلة القدر ما احنا قلنا يعني مش معلومة بالتحديد لكن لما نخصص هذه الأيام كلها لتكثيف القيام القيام أو التهكد أو القيام والتهكد في هذه الأيام وبقادر أكبر من القرآن الكريم إما فرادة يعني فرادة لوحدي وممكن أصلها في البيت وممكن أصلها حيث يتيسر وممكن في المسجد طبعا مع اللي بيصلوا في المساجد ونكثف ونكثر نكسف الوقت ونكسر عدد الركعات وعدد الأجزاء اللي احنا بنصلي بها طب نشوف يا مولانا بعض الناس اللي هي بتحط المصحف على حامل قدامها كده وهي بتصلي نعم هل ده يا جزء؟ نعم بحيث أنه عايز يختم مثلا القرآن ويصلي في نفس الوقت المختار من آراء القهاء أنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة للإمام والمأمون فأقصد من المصحف النظر في المصحف في الصلاة لما ورد في بعض الآثار عن عائشة وغيرها نعم آه فيجوز أنه هو يقرأ فيه بس أنا عايز أن أبه تنبيه لو تسمح لي بس فيه ناس كمان بتقالف في الصفحات فكثرة الحركات البعض بيعتقد أنها بتبطل الصلاة هو لا ما هو مش هي بقال هو ماسك المصحف إيه اللي بيخليه كثر في الحركات تقليب الصفحات تقليب الصفحة صفحة مثلا في الراكعة أو كده لكثرة الحركة فعلا بس إحنا نراعي هذا في الصلاة عايز أن أبه كمان خصوصا في المساجد على الذين يمسكون بالمصحف وراء الإمام يعني فيه ظاهرة كده أنه فيه كثير من صند الترويح وكثير ويماسك المصحف لغرض ما وراء الإمام هذا لا ينبغي أن يكون مدعاه لأنك تتسارع برد الإمام بصورة تخرج الصلاة عن أحيانا يحصل كده إن الإمام هو أنت ماسك المصحف ويمكن الإمام بيقرأ الترويح من الزاكرة حريص حافظ هو ويقرأ من الزاكرة فيحصل خطأ أو حاجة فبعض الناس يبادر بصورة لا دي لها أداب برد لا طبعا دي حاجة مش لو أنك صبرت حتى تفتح على الإمام يعني هو هو المشروع في الفتحة على الإمام أن يستفتح هو إنه هو خلاص مش قادر يجيب الآية خلاص مش قادر يتذكر ساعتها هنساعده بأننا نقوله كلمة ولا حاجة وكل ده علشان خاطر ما نخرجش إلى حالة تنافي الصلاة